بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على رمز من الرموز اللي بتحمل بشرة وبتحمل خير للرؤية. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة من الرموز المحمودة جدا رؤيتها اه في المنام. اولا اه من الرموز المبشرة برزق وبقدوم خير. كمان اه من الرموز اللي بتدل على حصول الرأي على اموال. وكمان على سماعه اخبار اه مفرحة. اه كمان من الرموز المبشرة بفرج. اه بزوال الهموم. اه وبرده من الرموز لو شاف الرموز اللي بتدل على اقتراب الزواج. اه كمان من الرموز اللي بتدل على علوه وشأنه وعلى مكانه. وعلى اه حصول على اموال يمكن اه مش متوقعة. او الرأي مكان يعني مكانش يعمل لها حساب او من حيث لا يحتسب. اه كمان من الرموز المبشرة بتحقيق اه امنية او بتحقيق هدف للرأي. اه برضو من الرموز اللي اه لو شافها الرأي وكان عنده اه او بيمر بازمة او بمشكلة فمن الرموز المبشرة دي بخلاصه من اه ازمة او اه خلاصه من اه مشكلة. اه كمان من الرموز كمان اللي اه بتدل على اه 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 صدقة على اه طوبة من زنوب من معاصي. امكان كان الرأي بيرتكبها. اه برضو من الرموز لو شافها شخص اه او الرأي لو كان مريض وشاف الرموز ده من الرموز المبشرة لي اه بالشفاء. هنتكلم على الرمز ده بالتفصيل هنهرف هو ايه? كمان اه هنهرف امتى بيدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا اه عليها. الرمز اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو التبول. هنتكلم عن التبول بشكل اه يعني اكتر اه تفصيل. اه اولا لما يشوف الرأي ان هو بيتبول على الملابس او على ملابسه. اه لو كان الرأي اه رجل او كانت امرأة اه مدزوجة فبشارة لي اه ليهم بالانجاب. اه كمان لو كان الرأي غير مدزوج فمن الرموز المبشرة لي بالزوج. التبول في الملابس ولكن اه لما يشوف ان هو فيه دم. اه فللأسف بتدل على خسارة هيتعرض لها الرأي وبالغالب هتكون خسارة مالية. اه كمان من الرموز اللي ممكن تدل على فقتين شخص اه قريب من الرأي. التبول كمان اه على الملابس واحساس الرأي بالخجل او بالاحراك. اه فللأسف بيدل على كشف سر او اه معلومة. الرأي ما كانش حابب انه هو اه يعني انها تتعرف عنه. الملابس المبللة بالبول كمان من الرموز اللي شوية بتدل على تعصر في الحالة المالية كمان على اه ازمة صحية ممكن الرأي اه يمر بيها. اما اه رؤية التبول للمرأة الحامل. اه لو شافت انها بتتبول اه امام حد من اقاربها. فده بيدل على رزق وعلى خير هي هتحصل عليه. كمان على اقتراب معاد الولادة وعلى صحة اه ليها ولجاننا. اه كمان من الرموز اللي بتدل على الساعة في رزق اه زوجها. اه كمان من الرموز لو شافت ان هي بتكتم البول او ان هي في صعوبة في ان هي التتبول. اه فدي شوية ممكن تكون متاعب. هي ممكن اه تقابلها. المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي بتتبول اه امام اقاربها. اه فده حصول زوجها على اه مبلغ من المال هيكون مبلغ كبير. كمان من الرموز اللي بتدل على تغييرات وتطورات في حياتها للافضل. كمان من الرموز اللي بتدل على سماحها اخبار سعيدة في الفترة المقبلة. كمان لما تشوف ان هي اه بتتبول ولكن هي اه مش قادرة ان هي اه يعني في صعوبة. فممكن تكون اه في صعوبة في اتخاذ قرار معين او في صعوبة في حياتها بشكل عام. ممكن كمان دل على اتخاذ قرار شوية متسرعة كمان. اه لما تشوف كمان ان هي بتتبول اه قدام اقارب زوجها. اه فدي اه بشارة خيل لزوجها. اه بنجاحه في عمل في نجاحه في تجارة. في نجاح مشروع ليه او في تحقيقه اه ارباح ومكاسب. الفتاة العزباء اما تشوف ان هي اه بتتبول اه اه يعني اه قدام شاب اه في المنام. فدي من الرموز اللي بتدل على زواجها اه في الفترة المقبلة. التبول في منزلها وقدام الناس برضو من الرموز اللي بتدل على اقتراب اه زوجها. ولكن بشرط ان هي ما تكونش يعني اه يعني ما تكونش بينة او ما تكونش الناس شافتها. اه كمان بيدل على خلاصها من مشاكل او من ازامات. التبول كمان قدام اه شخص اه هي عرفاء. اه فتحصلها على اه منفعة عن طريق الشخص ده. كمان لما تشوف ان هي بتمسح اه يعني اه لما تشوف ان هي اه تبولته كمان ان هي بتمسح واجهها. اه فدع له شأن اه ليها ومكانة وحصلها على اموال يمكن هي ما كانتش متوقعة. الرجل كمان لما يشوف ان هو بيتبول داخل اه منزله. فده تحقيق امنية او تحقيق حلم او طموح هو كان بيسعى لي. اه لما يشوف ان هو بيتبول امام الناس فده منصب او مكانة هو هيحصل عليها. لما يشوف انه بيتبول داخل المطبخ فده خلاصه اه من مشكلة او من ازمة هو كان بيعاني منها. لما يشوف الرأي انه هو بيتبول داخل حفرة. اه فده اه بيدل على انه هو بيكسب اموال كتير ولكن بيصرفها اه في مش في مكانها. اه كمان لما يشوف الرجل انه هو بيتبول على قبر حد اه اه ميت. فده معناه ان الشخص ده محتاج اه سطأه. لو شاف ان هو مش قادر انه هو يتبول او شاف ان يسي صعوبة في التبول فدي مشاكل وازمات ميلية وممكن يمر بيها. لما يشوف ان هو بيتبول في طلات بشكل عادي فتستقرار اه في احواله بشكل عام في حياته وكمان حصوله على اه مال. كمان اه لو كان الرأي اه مريض اه فبشارة ليه اه كمان بالشفاء. اه رؤية كمان اه تنظيف البول. لما يشوف الرأي انه هو بينظف البول. فده خلاصه اه من زنوب معاصي وكمان بشارة ليه بالتوبة. كمان اه بشارة ليه بصلاحة له بشكل عام. لو كان مديون فبشارة ليه بسداد دينه. لو كان مريض فده شفاء. اه لو كان اه عنده هموم او متعب فبشارة ليه بخلاصه اه من همومه من متعبه. ده كده باختصار رؤية التبول. عرفنا امتى بتكون محمودة امتى بتكون اه غير محمودة. اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هردت عليكم. اشكركم كده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو بديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.